السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بمتابعين قناة الأستاذ نريد حل المعادلة A زائد X على B زائد X زائد B زائد X على A زائد X بتساوي 5 على 2 حل المعادلات بالطرق التقليدية والمحفوظة ممكن أن يسبب كثير من الصعوبات أثناء خطوات الحل ولذلك يجب التفكير كما يقولون خارج الصندوق أي تجد طرق مختلفة وغير تقليدية لتنمي دائما مهارات الرياضيات لديك فحاول حل هذه المسألة بإيقاف الفيديو عندما يبدأ عدد الثواني وعندما تنتهي قعد تشغيل الفيديو لمشاهدة الحل أول سؤال يتبادر إلى الزهن في حل هذه المسألة ماذا إذا كانت A بتساوي B إذا كانت A بتساوي B فيمكن إضافة المتغير X إلى الطرفين وبالتأكيد سيظل الطرفين متساويين مهما كانت قيمة X وحيث أن A زاد X وB زاد X أعداد لا تساوي الصفر من المعادلة إذن يمكن القسمة على أي منهما وهذا ينتج أن A زاد X على B زاد X بتساوي واحد ومن المعادلة سيكون واحد زاد واحد لا يمكن أن يساوي خمسة على اثنين إذن المعادلة ليس لها حلول عندما A بتساوي B هكذا يجب أن تفكر فماذا إذا كانت إيه لا تساوي B سأفترض أن الكسف A زاد X على B زاد X بتساوي وليكن Y ويجب أن تلاحظ أن X لا يمكن أن تساوي سالب A أو سالب B لأنهم أصفار المعادلة إذن يمكن إعادة كتابة المعادلة على الصورة Y زاد 1 على Y حيث أن الحد الثاني هو مقلوب Y وهذا بيساوي خمسة على اثنين يمكن الآن ضرب المعادلة في اثنين Y فتصبح على الصورة اثنين Y تربيع زاد اثنين بتساوي خمسة Y ومنها اثنين Y تربيع نقص خمسة Y زاد اثنين بتساوي سفر وهذه المعادلة يمكن إيجاد جزرها بالتحليل اثنين Y وY وواحد واثنين وحيث أن إشارة الحد الأخير في المعادلة موجب إذن إشارة القصين ستكون مثل إشارة الحد الأوسط أي سالم ومنها يمكن إيجاد جزور المعادلة Y ستساوي نص وY بتساوي اثنين ولقد افترضنا أن Y بتساوي A زاد اكس على B زاد اكس وهذا بيساوي نص فباستخدام خواص التناسب بضرب الطرفين والوساطين للنسبة إذن 2A زاد 2X بتساوي B زاد اكس ومنها 2X نص اكس بتساوي B نص 2A ومنها X يساوي B نص 2A وفي حالة الجزر الآخر Y بتساوي AZX على B زاد اكس وهذا بيساوي 2 وأيضا بضرب وسطين نسبة وطرفين نسبة AZX بتساوي 2B زاد 2X ومنها A نص 2B بتساوي 2X نص اكس ومنها سيكون X بتساوي ايه نقص اثنين بي. اذا سيكون حل المعادلة عندما ايه بتساوي بي ليس هناك حلول. وعندما ايه لا تساوي بي سيكون قيمة اكس بتساوي بي نقص اثنين ايه واي نقص اثنين بي. اتمنى انتوا تكونوا استفادتم من المسألة واستمتعتم بالشرح. ما تنسوش ادعموا القناة ان اتعاموا لايك للفيديوهات اللي بتنزل وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وانتظرونا ان شاء الله في حلقات جديدة من جمجوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.